سلام بنات كنتمنى احوالكم الصحة تكون على خير ومرحبا بكم معي من جديد في قناة سالون ومطبخ ام ايا اليوم جيتكم فيديو جديد اللي غنحضر معاكم فيه حلوة اللي جيت اقتصادية في المكونات ديالها ولي ممكن نحضرها في الدقائق الاخيرة وكذلك سهلة في التحضير ورائعة في المدق ديالها وفي الشكل من قبل ما نبدأ وكما العادة كنتمنى تضغطو على زي الاشتراك ولي لايك ونزوزو على بركتي الله في تحت الوصفة بالنسبة المكونات اول حاجة كنحتاجها عندي هنا الزبدة ديال العلبة بالضبط هنا 250 جرام انا استعملت النوعية ديال الابريري عندي كأس مملوء جيدا ديال الزيت النباتية عبر كأس العنبة نصف كأس ديال السكر غلاسي او السكر الساقيل ثلاثة ديال فرماجات كيس مالفاني كيس من خميرة الحلويات في 8 جرام ثم الدقيق اول حاجة كنجيب الاناء اللي غنحضر فيه الحلوة كنوضع فيه الزبدة ثم الفرماج ثم كذلك كيس ديال فاني ثم السكر غلاسي كنخدم العناصر جيدا بالليد ديالي كيما كتشوفو حتى كنحصل على قوام لكيكون كريمي ضروري ما نخدمو العناصر جيدا هنا غير مصرع الفيديو كيما كتشوفو الشكل ديال القوام بعد ما خدمته جيدا كنضيف كذلك كأس مملوء جيدا ديال الزيت النباتية ثم كنخدم جيدا العناصر وضروري ما نخدمو الكل هنا خصوصا الزبدة اللي انا بلي نضيفوه الزيت كتشكل لنا تكاتولات ضروري ما نخدموها مزيان بليد ديالنا من بعد ما ندخل لك الزبدة مزيان مع الزيت والعناصر الاخرى كما كتشوفو فهذا الأثناء كنضيف كذلك كيس من خميرة الحلويات في 8 جرام من بعد ما ضفت خميرة الحلويات وختمت العناصر جيدا فهذا الأثناء كنضيف الدقيق دائما كنضيفوه على دفوعات اللي مغربة كذلك مسبقا من بعد ما كندخل الكمية الأولى كنعجنها جيدا مع العناصر بالنسبة لهذا الحلوارة ما كتبغيش نكترو فيها الدقيق ضروري ما كتجي العجين ديالها خفيف كنضيف هنا الكمية ثانية وفي نفس الوقت كنعجن جيدا بالنسبة الكمية اللخرة اللي بقت لي ديال الدقيق ما غنضيفاش كاملة كمضا نضيفها تدريجيا بايش نتحكم أكثر في القوام ديال الحلوة كيما كتشوفو هنا من بعد ما ضفت كيمية هنا ضفت ما تبقى من دقيق بالضبط أنا استعملت هنا 700 جرام من بعد ما ضخلت دقيق جيدا هذا هو القوام اللي كنحصل عليه عجين اللي تكون أرطب بهذا الشكل كيمية ما كتشوفو في الصورة هنا غنقرب لكم أكثر كيمية ما كتشوفو كيكون أرطب وكذلك بنفس الوقت بي كنشكلوه كيتشكل معانا فهذا الأثناء غنبدأ بتشكيل الحلوة ديالي كنشكل كورات بالنسبة لي أنا هنا قسمت العجين على جوش أشكال بغيتوا تشكلوه بشكل واحد كيبقى لكم اختيار كناخد الشكل الأول كيمية ما كتشوفو كالكورات اللي شكلتهم كنشكلهم على شكل حربو اللي كيكون طويل بهذا الشكل ما كيكون لرقيق لغليت كيم ما كتشوفو في الصورة ثم كنقادلي الشكل جيدا ثم كنجيب واحدة سكين أو موس ثم كننقطعه بشكل مائل بالنسبة لهذه الحلوة سهلة تحضير ديالها وتشكيل ديالها ولكن النتيجة ديالها كتجي روعة من بعد ما كنقطع كنجيب كذلك الكورة الثانية كنشكل كذلك حربول اللي كيكون بشكل طولي ما كيكون لغليت لرقيق ثم كنقادلي الشكل جيدا ثم كننقطعها بشكل مائل بالنسبة للحجم ثم اللي كتحكمو فيه بالنسبة لي انا هنا ستعملت الحجم شوية صغير لانه غتنتافخ مازال في الفرن ثم مباشرة كنوضعها فلاطة اللي مفرشة لها ورق الطبخ غام بدأ بتحضير الشكل الثاني كنجيب حجم كورات اللي كيكون شوية الحجم ديالهم متوسط كما كتشوفو هنا وكم بدا نشكلها على شكل هلال بالنسبة لي الحجم أنا اللي استعملت هنا الحجم شوية متوسط بالنسبة للحجم كذلك مرحبت كورات اللي كنتشكلهم بهذا الشكل طولي ثم نوضعهم في سطح العامل وكتشكلهم على شكل هلال ثم نقادلها الشكل ثم نبدأ نقادلها بطريقة اللي نقادلها كعب الوغزار ثم نتلعوا بها من فوق شوية حتى نشكلها الشكل اللي كيكون مزيان نجيب كذلك وحدة أخرى نشكلها بشكل مائل ثم نبدأ نقادلها الشكل دياله كذلك من بعد ما كملت الشكل الثاني وضعته فلاطة اللي مفرشة لها ورق الطبخ او ممكن فقط غير تدهنها بالزيت وتوضعوا الحلوة ديالكم في هاد الاثناء كنكون شعلة الفرن مسبقا على درجة حرارة 180 كندخل الحلوة حتى تتحمر من اسفل والطيب قعد كنشعلها فوق بعض دقائق باش تذهب ليها من بعد ما خرجتها من الفرن خليتها فلاطة حتى شدت فرصة ودفيت واحد شوية لان إلا زولتوها مباشرة من اللاطة تفتت لكم الحلوة لا تبقاش في شكل دياله لانك تجي شيشة بزاف انا في هاد الاثناء انا زولتها ووضعتها هنا حتى تغنب دافت زين دياله بالنسبة للشكل الاول كما تشوفوا اللي وضعتوه على شكل هيلر كما تشوفوا الشكل دياله من اسفل وكذلك من فوق يجي اللون ديالها لون ذهبي اللي رائع من بعد كنجيب السكر غلاسي او الساقيل بالنسبة للسكر غلاسي دائما نختاروا نوعية جيدة وكذلك الحلوة تكون دافية ما نخليها حتى تبرد لانه لا يشتش لنا فيها السكر غلاسي وكذلك لو وضعناها سخونة ستعجل لنا فيها السكر غلاسي دروري ما تكون الحلوة دافية باش يشتلنا فيها السكر غلاسي ثم من بعد كنقام السمرة نجيب كمية بكمية ونفنها جيدا ثم مباشرة نوضعها في بلاتو كما تشوفوا هنا حتى نكملها كاملة بالنسبة للشكل الثاني نزينه بالشكل الابيض اللي دوبته كذلك اللوز اللي محمر ومهرمش كما تشوفوا الشكل دياله عن قرب الشكل اللي كي يجي محمر مذهب فهذا الأثناء كنبدأ في الثاني دياله كنوضعها في الشوكولات اللي دوبته كذلك اللي وضعت فيه اللوز ممكن تعودوا اللوز بكاوكاو بالنسبة للزين كي بقى لكم الاختيار من بعد ما كان ملأها جيدا بالشوكولات كنجيب واحد الفرشيطة ثم نسقطرها ضروري ما نسقطرها باش نزول الفائد ديالشوكولات ثم كنوضعها فوق شبكة إلا ما كانش متوفرة ممكن توضعها فوق ورق الطبخ أو بلاستيك الغدائي كم قام السمراء بنفس طريقة كنوضعها في الشوكولات ثم كنزول الدك الفائد اللي كيكون فيها مباشرة كنوضعها في الشبكة حتى كتسقطر جيدا بالنسبة للزين ركعتها واحد الشكل واحد الماضاق اللي كي جي رائع وهائل من قبل ما نشفليا الشوكولات اللي وضعت فيها كنجيب كذلك الورد البلدي اللي كيعطيها واحد زين راقي وكنوضعه من فوق بهذا الشكل بالنسبة لهاد الحلوة رابسيطة في المكونات ديالها ولكن راقية في الشكل ديالا اللي كيعطيها واحد جمالية رائعة من بعد ما نشفيت الحلوة كنجيب هاد الكويرتات ثم كنوضع الحلوة بهذا الشكل كما لاحظتو انها حلوة في المكونات ديالا جيد اقتصادية وبسيطة ولكن احنا زينناها بواحد الشكل اللي كيكون راقي وعصري هذا هو الشكل النهائي دي الحلوة اللي شاركت معكم اليوم كما لحظته حلوة اللي جيد اقتصادية في المكونات ديالا وسهلة في تحضير وسريعة وبسيطة ولكن نتيجة ديالا رائعة في المداق وكذلك في الشكل بالنسبة لكم بغيت تحضرها بالطريقة اللي حضرتها انا خرجت منها جوش اشكال كيبقى لكم الاختيار بغيت تتخرجوا شكل واحد كيبقى لكم الاختيار انا فقط شاركت معكم الحلوة والطريقة اللي حضرتها بها غنشارك معكم وحدة عن قرب بشوفوا الشكل ديالا اكتر من بعد ما كان قطعارها الشيشة كتجي رطبة كتدوب في الفم رغم المكونات ديالا اللي هي بسيطة وسريعة في التحضير ممكن نحضروها في وقت وجيز حتى في الدقائق الاخيرة كذلك ما كتلاحظو انها كتفتت كتدوب في الفم فعلا حلوة لكتستحق تجريبا ركتجي هائلة في المضاق ديالها كذلك غنوريكم الشكل تاني اللي زينته بشوكولات واللوز اللي محمر ومهرمش الشكل دياله اللي كيجي راقي وكيجي هائل رغم البساطة ديال مكونات اللي عجلنا به العجين ديالا الحلوة ولك ركتجي رائعة في المضاق ديالها كتدوب في الفم فعلا كنتمنى تجربوها لانها كتستحق تجريبا كما لحتو حضرتها معاكم بطريقة سهلة ومبسطة والنتيجة ديالها اللي رائعة في المضاق وكذلك في الشكل كتدوب في الفم كنتمنى تجربوها وترضو علي التعليقات ديالكم وشكرا مع السلامة إلى فيديو آخر بإذن الله